نجد المقدمات وكلام كثير لو حابت تتحسن في كتابة المقال لحد ما تبقى محترف فيه كامل معا الفيديو دا للاخر تعال الاول نفكر شوية كده في الحاجة اللي ممكن تخليك تحل كل الاسئلة اللي موجودة في الامتحان بتاعك وتيجي عند سؤال المقال حرفيا بتحط ايدك على خدك ومش بتبقى عارف تتصرف ازاي الحقيقة ان فيه 3 اسباب هم اللي ممكن يخلوا المقال صعب في البداية على اي حد هقولك الاسباب بواحد واحد ولا تكلم عنهم بالتفصيل وبعد كده هقولك ازاي تتغلب على كل واحد فيهم الحاجة الاولى اللي ممكن تخليك مش عارف تكتب مقال هي نفسها الحاجة اللي ممكن تخليك مش عارف تكتب موضوع تعبير وهي ببساطة انك اصلا متبقاش عارف الموضوع دا بيتكلم عن ايه لو جيت قلت لك اكتب لي مقال عن الفلوشن او اللي هو التلوث وانت متعرفش اي معلومة عن الموضوع دا فمهما كان مستقب ومهما كنت ممتاز مدام ما تعرفش معلومات عن الموضوع اللي بتكتب عنه فمش هتعرف تكتب حاجة وبالتالي بالنسبة لك المقال كده دار المشكلة كمان هنا ان لما دناغك مش بتستحضر اي معلومة تخص الموضوع اللي انت مقال تكتب عنه بتبدأ تكتب اي كلام لحد ما تخلص المية وخمسين كلمة او المية وثمانين كلمة المطلوبين منك وبتحس كده انك كتب مقال قويس انك عملت اللي عليك وبتفاجئ في الاخر انك نقصت فانت نقصت عشان الكلام اللي انت كتبه ما لولش علاقة بالموضوع اللي هو طالب منك تتكلم عنه فاول مشكلة هي انك تبقى اصلا مش فاهم الموضوع اللي جالك ده بيتكلم عن ايه بالزبط طب ايه رايك ان انا عارف كل المعلومات اللي ممكن احتاجها عشان اكتب مقال عن الموضوع معين وبرضو مش بعرف اكتب غيرنا هنجي للسبب الثاني وهو ان انت اصلا عندك مشكلة في اساسيات تكوين الجملة بتعرف تختار الكلمة صح من وسط اختارك كتير في سؤال الامسكيو لكن ان انا ادي لك كده او اقول لك كون جملة من دماغك انت ولا تبدي الاسم والفعل والحرف والصفة واقول لي الحاجات دي بتتحط مع بعضها ازاي عشان تكون لجملة مفترة في الاخر هتلاقي ان انت الاسف مش عارب تعمل كده جرب انت تحل جملة او تخترع جملة من دماغك والترجمة ترجمة صح هتلاقي ان انت تبيجي في حتة وبتتلغبط مش عارف تبدأ ازاي او مش عارف تنهي الجملة ازاي فلو عندك مشكلة من الاول في اساسيات تكوين الجملة هتلاقي ان المشكلة دي بتنعكس عليك بشكل كبير في كتابة المقال ومن اهم الحاجات اللي لازم تكون متاسس فيها هي الضماير بكل انوعها وكمان الازمنة فلو انت عندك مشكلة في الحاجات دي فما تلاقش هولك الحل بتاعها بس لما نشوف ايه هو السبب الثالث اللي برضو ممكن يسبب لك مشكلة وانت تكتب مقال لو السببين اللي فاتوا مش حاس انهم يخصوك اوي فالسبب الثالث اعتقد هو اللي هيجمع كل الناس او هيربط كل الناس السبب الثالث هو انك تكون مش عارف تنظم افكارك كونك ما تتدربش على المقال الخالص ما تحلش عليه خالص او تحل عليه بس تقولي الاوي ده بيكون جواك رهبة غير مفهومة من السؤال ده فغالبا مش بتتعرض له غير في امتحان فبالنسبلك دلوقتي هو صدمة انت يمكن تكون بتعرض تكتب المقال لكن لانك مش بتكتب مقالات كتير مش بتتدرب كتير فانت خايف منه وبالتالي بتخش على السؤال مش عارف تبدأ ازاي ومش عارف لما ابدأ ايه الكلام اللي هيتكتب ويتحط امتا وازاي اللي تتبهم بتلاقي ان الموضوع بدأ يتعقد ومش عارف تبدأ امنيا وترتب الحاجات دي كلها ازاي فالاخر برضو المقال بيطلع بشكل مش كويس الدول كده يعتبروا ادلت اسباب تعالوا بقى نشوف ايه هو الحل لكل سبب من دول السبب الاول كان انك تكون مش معلومات كافية عن الموضوع اللي مطلوب منك تكتب في مقال وهذا الحلوب بسيط كده كده المقال اللي بتطلب منك تكتبه على اي يونت بيكون متعلق بعنوان اليونت ده او بالموضوع اليونت ده بيتكلم عنه فهتلاقي لو مثلا في اليونت بيتكلم عن الصحة بيتكلم عن البيئة بتكلم عن الشغل بتكلم عن النجاح هتلاقي ان المقال اللي مطلوب منك تكتبه في اليونت ده بيخص نفس الموضوع فكده كده انت هتكون قريت عنه في الرايدنج وفي الليسنينج ولو حتى ما قريتش عنه او ما تعرفش فقدمك فرصة انك تاخد عنوان الموضوع تبحث او تحطه على جوجل وإلا أن في مقالة كتير بتكتب أو بتكلم عن نفس الموضوع ممكن تقرأها وتأخذ من الأفكار كويسة هتساعدك بشكل كبير وأنت بتكتب المقال وهتكتشف بعد كده أنك مش محتاج تفاصيل عميقة أو يعني حاجات معقلة علشان تكتب المقال أنت محتاج معلومة أساسية يمكن كل أصلا المعلومة اللي أنت محتاجة عشان تكتب مقال في موضوع معين تكون عندك لكن أنت من قلة الخبرة أو من قلة التجربة ما تعرفش أن أصلا ينفع تستخدم المعلومة اللي عندك مشكلة في أساسيات اللغة ودي حالها أنك تتابع كورس لازم تتابع كورس بيتكلم عن الأسيات إن شاء الله في الأجهزة اللي جاية هعملكم كورس في كل الأسيات لكن دلوقتي هستيبلك لينك في وصف الفيديو ليه قناة اسمها The American English تقريبا صعب أن حد ما يكونش يعرفها القناة دي عليها أستاذ برايم عادل هتلاقي شارح أو عمل كورسات حرفين في كل حاجة في grammar في كلمات writing في كل حاجة أي شارح أي قاعدة أنت مش فهمة أي أساسيات أنت محتاجها هتلاقيها موجودة على القناة دي وهتلاقي برضو أن فيه تطبيق بنفس الاسم هسيب لك برضو لينك بتاعه في وصف الفيديو لو ركزت كويس في الفيديوهات اللي موجودة على القناة دي وعلى التطبيق بتاعهم هتلاقي بجد أن المستواج بتحسن بشكل كبير أنا على الناس من حمل التطبيق ده وبتعلم منه الخطوة دي متعبة وصعبة أنا عارف بس حرفين أنت لو عملتها فأنت بتضمن لنفسك أن الإنجليزة بعد كده هيكون بالنسبة لك مجرد لعبة في إيدك هتقفل الانتحان مهما كان شكله ومهما كان المنهج مهما كان نظام الأسئلة كل هذا ليس يفرق معك في حاجة لأنك حرفيا هتكون فاهم كل حاجة في الإنجليزة السبب الثالث كان هو أنك مستطيع تنظم أفكارك وده حالها هي الممارسة الكثير لو بنتكلم عن سؤال ترجمة فأنا كم ممكن أطلب منك أنك تحل مثلا في اليوم أربع أو خمس جمال لكن لما نتكلم على مقال فالموضوع مختلف شوية المقال بالنسبة لك بيكون صفحة طبيلة عريضة فصعب قوي أنك تكتب مقال كامل كل يوم هتزهق ومش ترتزم هتكتبه مرة وعشرة لا لكن لو قلت لك أن عادة تكتب كل يوم مقال المقال ده يتكون من ثلاث جمل بس لمدة عشر أيام كل يوم هتختار موضوع تكتب عن الموضوع ده مقال المقال ده يتكون من ثلاث جمل بعد العشر أيام هتبقى تخليهم أربع جمل بعد العشر أيام الأولينين ما يعدوا تخليهم أربع جمل بعد عشر أيام كمان تخلي الأربع ده الخمسة لحد ما توصل بعد فترة أنك بإيه بتكتب المقال كامل من غير ما يكون عندك في المشكلة بإيه بتكتب صفحة كاملة 180 أو 190 كلمة من دير توهان ومن دير لغبطة وحرفية المنطب بالنسبة لك هيكون حاجة عادية تعمل في أي وقت كنت تلتزم بالكتابة كل يوم حتى لو جوزك صغير ده مع الوقت هيخلي مستوك تحسن والحاجة الأهم أنه هيخلي الرهبة اللي موجودة جواك من المقال تبدأ تخطفي هتلاقي أنك بتتحسن سنة سنة ومع الوقت هتلاقي أنك قبل أصلاً من تبدأ كتابة أنت عارف المقال ده بيتكلم عن الموضوع الفلاني فأنا عارف أنا هبدأ أزاي وهنظم كلمة أزاي وهاختم الموضوع أزاي يبقى خاصة كل كل كلام ده أولاً شوف المواضيع اللي عندك في المنج وابدأ إقرأ عليها شوف كل يونت بيتكلم عن إيه بالزبط وابدأ إقرأ عن الموضوع ده بحيث تكون عنه خلفية كويسة تساعدك لو تطلب منك أنك تكتب مقال عن نفس الموضوع الخطوة الثانية هي أنك ترجع أساسيات تكوين الجملة بحيث تبقى ضامن أنك بعد كده لما تحفظ كلمات أو تذكر قاعدة جديدة تبقى ضامن أن القاعدة والكلامات اللي أنت حفظتهم دول هتعرف فعلاً تستغلهم صح من غير ما يكون عندك أساسيات مظبوطة الكلمات اللي بتحفظها والجرامل اللي بتذكره على نظام تنموذة 10 أيام بعد 10 أيام ابدأ زود خليهم 4 أو 5 وكذا وعلى فكرة العشر أيام دول مجرد رقم لو عايز تخليهم أسبوع تمام عايز تخليهم أسبوعين برضو تمام الموضوع محتاج وقت ومحتاج تمرين لكن هو مش صعب كل المطلوب منك هو شوية التزام على فترة طويلة هتلاقي أن الدنيا بدأت تزبط معك فما تكسلش وما تحاولش تدور على طريقة سحرية تريحك من المقال لأن ما فيش لو عايز فعلاً تتعلم تكتب مقال فلازم تكتب بإيدك وتغلط عشان تتعلم زي ما قلت لك كل يوم ابدأ حل 3 جمل ومع الوقت ابدأ زود شوية بشوية لحد ما تبقى قادر أنك تكتب المقالب الكامل في مرة واحدة من غير ما تغلط وبس كده شكراً لكم واشاكوا من شاء الله يبدو الجيد